في خطوات متتالية أعلنت الداخلية التركية مجموعة قرارات تخص إقامات الأجانب واللاجئين على أراضي البلاد وذلك بهدف التقليل من عددهم وضبط ملفهم سنتوقف مع تفاصيل هذه القرارات وملامستها للوجود السوري لكن بعد متابعة تقرير سيمان عنع في وطيرة متسارعة أعلنت الداخلية التركية حزمة قرارات صارمة تحد من إقامات الأجانب بغض النظر إن كانت شرعية أم غير شرعية وخاصة السوريين في بعضها إذ لن تمنح الكملك أو الإقامات السياحية للقادمين الجدد وخاصة إن كان من دمشق كما علم ترفيزيون السورية من مصادر مطلعة أنها سترسل السوريين غير النظاميين إلى مخيمات جنوبية البلاد للنظر في أمر رجوئهم ومن ثم إمكانية منحهم بطاقة الحماية المؤقتة وإلى أي ولاية سيفرزون على غرار طريقة الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع اللاجئين في بداية موجة الهجرة السورية قبل سنوات أخبرنا أنه لن يتم استخراج كملك حماية مؤقتة في الولايات بشكل مباشر سوف يتم جمع الأشخاص في مخيمات خاصة اعتبار الكام هو المرحلة الأولى للتسجيل على الكملك وبعدها سيكون هناك دراسة للحالة الأمنية والحالة الاجتماعية للشخص بعد ذلك سيكون هناك فرز للأشخاص على الولايات المفتوحة في حالات مستثنات من التطبيق مثل مثلا شخص متزوج هو بيحمل كملك ولكن الزوجة غير حاملة للكملك حاليا كمان في الحالات الأشخاص اللي فوق عمر 65 مثل الحالات الصحية اللي هي بحاجة رعاية وبحاجة أن شخص يكون معها كمان هدو الأشخاص ما رح يتم أخذهم في بادرة غير معهودة منحت الداخلية التركية سائق سيارات الأجرة الصلاحية لتفقد أذون السفر للأجانب في أثناء التنقل بين الولايات كما هو الحال لدى حافلات التنقل فضلا عن تقليل نسبة الوجود الأجنبي في بعض المناطق من 25 إلى 20% وإغلاق بعضها كليا أمامهم في وقت كثفت فيه حملات الاعتقال للمهاجرين غير النظاميين في جميع الولايات وستنبول تحديدا وكل هذا في سبيل ضبط الهجرة غير الشرعية في البلاد في الآوينة الأخيرة كثرت الحالات الجنائية والأشخاص غير المسجلين ما حرك الحكومة لضبط الأمور تحسبا لأي تهديد أمني فإن لم يكن لدى الشخص أي ثبوتيات أو أقارب فإن الشخص يرسل إلى المخيم ليدرس وضعه ففي حال تقرر ترحيله يخير بين الذهاب إلى المناطق الآمنة في بلاده أو إلى بلد آخر يمكنه الذهاب إليه أما فيما يخص الحاصلين على الحماية المؤقتة كما تعلمين فهي تمنح تحت إشراف الأمم المتحدة ولكن في حال وجد الشخص خارج الولاية الحاصل منها على الطاقة فإنه يعاد من حيث جاء إن لم يكن لديه مشكلات جنائية بشرط أن لا يخرج مجدداً ولكن في حال تكرر الأمر قد يرحل الشخص خارج تركيا الداخلية التركية أعلنت عودة نحو 34 ألف سوري منذ مطلع العام الجاري إلى المناطق الآمنة في سوريا بشكل طوعي وفق قولهم في حين تتزامن هذه التجديدات مع تحريضات عنصرية لأحزاب معارضة تحاول استخدام اللاجئين كوارقة سياسية مع اقتراب انتخابات 2023 ويبقى السوري في حالة ترقب وقلق حيال القرارات الصادرة لا سيما أن العودة إلى سوريا قد تبدو مستحيلة لمعظمهم محاولات الداخلية التركية تقليل الوجود الأجنبي مؤخراً أثرت بشكل مباشر على السوريين ما فتح المجال أمام تخوفات عديدة تتعلق بمصير إقاماتهم وأعمالهم وعائلاتهم في البلاد تلفزيون سوريا سيمون عناعة إسطنبول نناقش هذا الموضوع مع جلال ديمير الكاتب والصحفي من غازي عنتاب مساء الخير أستاذ جلال سانور أهلاً وسهلاً لكم ولمشاهدين الكراحة حزمة من القرارات تصعب وجود السوريين في تركيا وتمنع دخول قادمين جدد ما الهدف من كل ذلك؟ طبعاً تركيا من بداية الأحداث حتى هذه اللحظة تحاول أن تخطط أو تحاول أن تنفس بشكل ناجح الملف اللاجئين السوريين ولكن بصراحة صار هناك نقص وصار عدم النجاح في بعض الأمور القانونية لم يكن تحتض الدائرة الهجرة أو وزارة الداخلية فلذلك الوزارة الداخلية ودائرة الهجرة دائماً تأخذ بعض الخطوات الجديدة لتحسين الوضع السوريين المقيمين في تركيا لكن كيف تحسين الوضع أستاذ جلال هناك تضييق ذكر مثلاً موضوع إرسال من لديه مشكلة مثلاً في ورقة ثبوتية إلى مخيمات في الجنوب هذا خطوة لماذا؟ لترحيل هؤلاء؟ هذا الشيء كان موجود قبل خمس سنوات أو سنتين حينما كنت مديراً لمخيم نزيب كان يأتينا أشخاص هذا القرار كان موجود سابقاً وتم الآن ينفذونها بشكل أكثر هذا الأمر أظن أنه أمر طبيعي يعني أي الشخص لا يحمل أي وثيقة ثبوتية يتم تحويلها للمخيم والمخيم ليس هو السجن وليس مكان غير آمن مكان آمن يعني يمكننا أن نقول تحويل الشخص من المدينة إلى المخيم لأجل أن يحصل على الهوية أو الحمال مؤقتة أحسن من أن يرحل إلى سوريا أو إلى السجن أو إلى المراحل المراكز الترحيل فهذا أهوى أو أفضل من كل الحالات يكون لصالح الشخص الذي تم تحويله إلى المخيم لأن المخيم أنا سمانية سنوات كنت مديراً للمخيم حينما يأتينا هكذا حالات إلا الحالات الاستثنائية التي حينما يتم تحويل شخص ارتكب جريمة اجتماعية أو قانونية فهذا ممكن أنه لا نسمح له بالخروج إلى خارج المخيم لوقت محدد ولكن الباقي الذي يأتي لأجل أنه أهمل يعني لا يحمل وثيقة أو كان ولايته ولاية أخرى وكان موجود بإسطنبول وتكرر هذا الوضع فهؤلاء الأشخاص نحن نعطيهم وثيقة نعطيهم الحماية المؤقتة وثم يسمح له الخروج من المخيم وحتى كنا نشجع الخروج من المخيم هذا الحديث قديماً قبل سنوات الآن هناك حملات هناك حملات لكن هناك قرارات تقول أنهم لن يمنحوا أحداً حماية مؤقتة بطاقة الكيملك بعد الآن وهناك كثيرون ممن لديهم هذه المشكلة يعني يعمل في ولاية لكن لم يستطع نقل الكيملك أو عائلته تقيم في ولاية أخرى وبالتالي يضطر للذهاب هناك ولا يعطونه إذن سفر حول ما مصيره بصراحة تركيا أنا كشخص كنت أشتغل بالهجرة لمدة 8 سنوات 9 سنوات وشاركت العديد من الاجتماعات حول الموضوع على سبيل المثال في ولاية غازي عنتاب كان الوالي يطلب منا دائما أن لا يبقى ولا شخص واحد بدون قيد دائما كنا ليلاً ونهاراً نشتغل على القيود كل من يأتي يتم تسجيله قيده ولكن هذا لمدة سنوات كلما تم التسجيل من قبل الولاية من قبل الهجرة ازداد عدد الهجرة الغير شرعية أو الدخول تهريباً إلى تركيا فمن الطبيعي أن تأخذ الولاية تدابيرها لأنه كلما يتم التسجيل يزداد عدد التهريب إلى تركيا فلذلك ممكن أنه هذه الخطوة نعم لك الآن أستاذ جمالي نحن نتحدث سابقاً ربما كان يحصل هذا لكن الآن الآن لا يملح بطاقة حماية مؤقتة كيملك لأحد جديد هو لماذا أنا كنت سأكمل الكلام فلذلك الولاية وقفت تسجيل ولكن بنفس الوقت هناك أشخاص عدد كثير جداً في المدن بدون أي وثيقة رسمية والداخلية والهجرة على اطلاع هذا الموضوع فلذلك أي شخص لا يحمل أي وثيقة رسمية يتم تحويله إلى المخيمات ويدرس وضعه في المخيم وإذا في بالمئة سمانون تسعون يتم إعطاء الوثيقة الرسمية ويخرج من المخيم كان سابقاً حتى كان يحول إلى ولايات محددة توقف منح بطاقات الحماية المؤقتة في مدن كبرى ذات فيها وجود سوري كبير مثل إسطنبول وعن سابقاً لكن كانت تمنح في ولايات أخرى مثل أورفا مثل أنقرة لكن الآن لا يمنح يعني الأنباء تشير هناك حملات مكثفة للتشديد على موضوع بطاقة الحماية المؤقتة أن يكون حاملاً لها لا يمنح بطاقات جديدة بطاقات حماية مؤقتة إذا كان مقيم بولاية ولديه سافر إلى ولاية أخرى لا يعاد يعني هو يفترض أن يعاد إلى ولايته لكن قد يتم الترحيل وحتى بعض من تم إيقافه يملك أوراق يملك بطاقة حماية مؤقتة أو حتى أذن عمل رغم ذلك جراء اعتقال البعض يعني هكذا حالات ممكن أنه نادل أو خاطئة ويتم الرجوع منها يعني قبل أيام كان في واحد أوراقه كامل وتم تحويله إلى غزلي ولكن لاحقاً وصل أنه يعني أوراقه كامل فالهجرة أرسله يعني عاده وعلى حساب الهجرة على حساب الدولة عاده إلى إسطنبول هذه الحالات ممكن أنه نعتبر أنها حالات استثنائية وفي هذه الحالات الهجرة تراجع تعود يعني تعترف بخطائها وترجع هؤلاء الأشخاص إلى بلدهم الولاء الذي يسكنون فيها طيب أستاذ هناك أيضاً يعني حتى من يملك أوراق ثبوتية هناك صعوبة في حصول على أوراق جديدة مثلاً أو تثبيت عنوان السكن أو حتى من يملك السوريين بعضهم يملك لا يملك حماية مؤقتة لا يملك مثلاً إقامة سياحية كان الآن هناك صعوبة في تجديد هذه الإقامة وتأتي بالرفض كثير من الأحيان حتى بعض من يملك إذن عمل قد لا يحصل على تجديد لإذن العمل وبالتالي يصبح بلا أوراق نعم هذه النقطة نعم يعني والهجرة أيضاً على اطلاع هذه الموضوع ودائماً يعني يكون تجديد مثلاً نقل العنوان إلى عبر الإنترنات عبر الإيدولات من جديد تم تفعيلها ومن قبل كان المراجعة على إذن السفر دائماً للدائرة الهجرة ولكن تم وضوها أيضاً للإيدولات فهناك بعض الصعوبات ولكن يعني دائرة الهجرة حينما يرى أنه أخطأ أو هناك صعوبة للأمر أنا على اطلاع جداً مدير الهجرة أو رئيس الهجرة لا نقول مدير الهجرة رئيس الهجرة والشخص متعامن وكلما نلتقي كلما نتحدث دائماً يأخذ ملاحظات يعني أي صعوبات الذي يعاني منها الإخوة السوريين أو الأجانب المقيمين في تركيا يحاول أن يحلها فتركيا يعني لا يمكننا أن نقول الوضع مثل قبل خمس سنوات اليوم يتحسن الوضع الحصول على بعض الأوراق الرسمية فيها صعوبات ولكن بنفس الوقت دائرة الهجرة تحاول دائماً أن تجدد حالها أو تسهل الأمور لأجانب المقيمين يعني تقول الوضع يتحسن لكن الواقع أستاذ جلال أن السوريين يدركون من خلال معاملاتهم يعني الرسمية أن الوضع لا يعني يصبح أكثر ضيقاً وأكثر صعوبة حتى هناك قرار بمثلاً منح سائطي التكسي ممكن أنه أنتم يعني تشرحون أو تقرؤون الموضوع بهذه من هذه الجهة ولكن نحن بهذا شكل نقرأ الملف هو التحسين لماذا؟ يعني اليوم منذ صارع عشر سنوات ولكن تركيا لم ما استطاع أن يعني أن يدبر أو يدير الملف الملف مشكلة صحيح تعاون يعني أساساً مع الملف يعني لم تكن تتوقع تركيا ما الذي سيحصل وبالتالي هناك مشكلة كافة تعاطي مع هذا الملف لكن يعني أعطيك مثال بسيط هناك قرار يسمح لسائقية تكاسي صدر قبل أيام من تفقد إذن السفر للأجانب والسوريين بشكل خاص طب هذه إعطاء صلاحية لمواطن يعني لسائق تكسي وليس الجهات الرسمية هذا هذا كله يعني يدخل ليس فقط الجهات الرسمية حتى صار بعض الميهة مثل سائق تكسي يستطيع له تدخل ولا هذه صلاحية على الأجنب وخاصة يعني السوريين الموجودين وبالتالي هذا يعقد الأمور أكثر صحيح؟ نعم يعني صحيح هذه طبعا يأتي معها أشياء أخرى يعني ممكن أنه يستغل السائق الفرصة ويمكن أنه يأخذ النقود من الراكب أكثر صحيح يفتح أبواب أخرى ولكن يعني هناك أيضا قانون القانون هو مثلا أي القانون الحالي الموجود التركي أي سائق تكسي مثلا إذا أخذ واحد سارق حينما يسرق أو أحد يهرب شيء أو أحد غير نظامي فهو يرتكب جريمة يعني هذا موجود والحكومة أو وزارة الداخلية يعتبر لكي يكون يضبط الهجرة الغير الشرعية أخذ هذه التدبير هل هذه صحيحة وغيره صحيحة أزغير ولكن يجب أن نعرف أن الحكومة أو الوزارة الداخلية مضطرة أن تأخذ بعض التدابير لكي يخفف الهجرة الغير الشرعية هناك ليس فقط نتحدث عن تلقل بين ولايات لا نتحدث حتى عن دخول بموضوع إذن السفر وممنوع على السوري حتى التلقل ضمن الولايات إلا بإذن وغالبا لا يعطى الإذن لا لا هذا فقط موجهة لإذن غير الشرعي وخصوصا للمناطق وان وبهذه المنطقة يعني كان أنا أعرف القضية يعني وضع هذه أو كلام السيد الوزير بهذا الخصوص هو كان في دخول كثير من مناطق وان من أفغانستان ومن طرف إيران إلى تركيا وكان السائق يأخذها إلى إسطنبول إلى مدينة أخرى فهذه الكلام بناء على الشيء الذي جرى في مدينة وان أو على حدود تركيا في شرق تركيا فلذلك يعني أنا بالنهاية بالنهاية ممكن أن أقول أن الوزارة الداخلية بنفس الوقت الشارع التركية المجتمع التركي لها ضغط كثير على الوزارة الداخلية فالوزارة الداخلية مضطرة أن تأخذ بعض التدابير هذه التدابير هل بالنتيجة هو ليس آية قرآنية حتى لا نعترض عليها ممكن أنه نراه خاطئ ونراه صحيح ممكن أنه صواب أو خاطئ فيمكن تركيا دولة قانون ودولة ديمقراسية ممكن أن نتحدث عن الموضوع أن هذه الإجراءات هذه الخطوة التي أخذها وزارة الداخلية فيها ضرار فيها ممكن أنه يسبب استغلال ولكن كيف يعني مع من يجب أن نتحدث يعني من يتحدث يعني الآن نستطيع أن نتحدث الآن على هذه الشاشات نتحدث هذه الموضوع نعم لكن هذا يعني هذه شاشة سورية بالتالي قد لا تصل إلى الأتراك هل هناك قنوات رسمية يمكن أن نلجأ إليها السوريون هناك هناك قنوات اللجنة السورية المشتركة أنا متأكد أنها تنقل هذه المعاناة لوزارة الداخلية أنا على اطلاع أن اللجنة السورية وبعض الشخصيات السورية أو المؤسسات السورية تنقلون هذه المعاناة أو هذه المشاكل للوزارة الداخلية أو للهجرة نعم تأني أخيرا ما هو مستقبل وجود السوري في تركيا الله أعلم يعني لا نعرف ما هو المستقبل ولكن أستطيع أن أقول رغم يعني الوضع الذي ترى ممكن أنه تقرؤونها كأنها الحكومة تضيق على السوريين ولا تريدهم لا يوجد هكذا شيء نحن كمجتمع تركي تعودنا على العيش معكم ونرحب بكم دائما ولسنا مزعوجين منكم الذين مزعوجين أو لا يريدون وجود السوريين هم ممكن أنه هم الذين أصلا ليسوا من مجتمع تركي أتو من مدينة أخرى من بلد أخرى إلى تركيا وأنا متأكد ومتفاعل وأعرف أن الداخلية وحتى الوزير ورئيس الهجرة كلهم ينظرون لملف سوريا بهذا الشكل شكرا لك لا أراه من الصحيح أن ننقل صورة أنه الحكومة التركية تضغط على الملف السوريين ليس هكذا ممكن أنها تأخذ بعض التدابير هذه التدابير أحيانا أن يكون خواب أحيانا أن يكون خاطئ من غازي عينتاب